مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم قبتلكم اسهل مكارونا في العالم حتى الصغار ممكن يعملوها طبعا هادي المكارونا عملناها في اللايف في التوك توك طبعا كل ما اعملي اطلبوا مني انزله واقول له هي سهلة وكيف انزله لكن امس خلاص منتقت الفيديو ونزلت لهم ياها بو العافية عليهم وهي قلد حاجة عن زوجي هادي المكارونا مكارونا جدا سهلة قلوا لي من متابعني في اللايف في التوك توك وهنا يلا شقعوني عشان افتح معاكم لايف نعمل الخبز ونعمل اكلات كتيرة في اللايف اول حاجة بنسلق المكارونا اول شي في الطبخة لاني باستخدم ماء المكارونا تقدروا تستخدموا اي نوع مكارونا الان عندي زيت زيتون كمية تقريبا ربع كوب زيت زيتون وشرح من البصل بحمسه كده لاني طلع لونه دهبي فقط بضيف نصباكة صلصة طماطم لازم الصلصة الطماطم تنحمس لما يتغير لونه يعني لونه شوية يغمق بعد كده بتسبكت صلصة الطماطم بضيف ببركة حلوة او حارة زي ما تحبوا تمام وكمان بضيف من ماء صلق المكارونا شوفوا الان باخد ماء صلق المكارونا وبصفي المكارونا لازم هذا الكنز اللي يطلع صوص الكوشنا يطلعه حلو الان عندي كوب من عصير الطماطم انا عندي مقمد يعني من فرزن عادي ممكن تفرموه حبتين طماطم وعندي ثلاث فصوص ثوم كبيرة الثوم حسب رغبتكم ممكن تضوفوه اقل اكتر زي ما تحبوه بس انا احبنك هذي الثوم وخليه تمام يتسبك لازم تماما كده تقلبوه بعد كده بضيف ايش بضيف الملح تقريبا ملعقتين ملح لانه المكارونا اني فقط املحة خفيف وكمان بضيف ملعقتين صغيرة سكر السكر يبعد الحموضة ويعادل الطعم يوازن طعم الكوشنا فاني اعتبره مهم يعني انكم تضوفوه وخلوه يتسبك تمام الطماطم بس تسبكت الطماطم حستو انه تمام طلعت دين الان بضيف ماء سلق المكارونا اللي طلعناها تقريبا انا اضفت كوب ونص الى كوبين تقريبا كوب ونص يكفي وخلي كمان كده اقلبوه تمام وخليه يتسبك تمام لازم تتسبك الكوشنا حق يعني 10 دقائق او 15 دقيقة شوفوا الدين طلع فيها الكوشنا وتسبكت كده شوية ثقلات الان اش بضيف اي نوع خضار تحبوه انا احب اهم حاجة الفلفل الرومي او البيبر واضفت الملفوف الملون واخر شي بضيف التونة ليش اضيف اخر شي التونة لانه اذا خليت من اول تتسبك تطلع زهمة او تطلع طعامة مش حال التونة متاخدش يعني فترة بالطبخ اخر شي تضيفوها واضفت ملعقة فلفل اسود فرش يعني مطحون او مطقوق عادكم يعني عملتوه دقيتو مش يكون مطحون من قبل وخلوه خمس دقائق اغطوه كده خمس دقائق ويكون جاهز خلاص تكون الكوشنا جاهزة عندي خلاص المكارونا طبعا انا صفيته وخليته على في القدر اللي صلقت فيها الان بضيف الكوشنا على المكارونا وبخليه على نار هاد او بكون اقلبه شوفو المكارونا اقصد الكوشنا فيها صوس مش ناشفة فيها شوية من الماء ومن الكوشنا ما خليهش ناشفة كتير الان لازم اقلب تمام المكارونا واخلي المكارونا تتشرب من صوس الكوشنا لازم ليش اول شي يغمق لونة المكارونا تتشرب بكل النكهات ولونة يغمق انتم بتشوفو كل ما اقلبه شوفو كيف يرقع لونة يغمق لازم تتشرب بس ما خليهش كتير تنشف يعني تكون ناشفة ما تطلعش حلوة يعني تخلوها تمام تتشرب السوائل بنفس الوقت ما تكونش ناشفة ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليها خلاص وغطيها وخليه على نر هادئة زي كده خلاص الان شوفوا ما شاء الله كيف لونة غمق طبعا هم مع التصوير بيللكم انه فاتح بس هي لونة يعني غامق لونة والله ألد مكارونا وما فيهش اني اعتمد على الكوشنا ما اعتمدش على البهارات وهنا قلت يالله ياهودا دوقي لازم الفارة تدوق ما تقدرش تستحمل ريحة المكارونا صدقوني كل ما كانت الكوشنا حلوة من غير بهارات واشياء كثيرة على فلفل اسود وببركة كل ما طلعت المكارونا ألد وألد بس والله هدي مكارونتي وحب عليها احطت عليها شطة واني احبيها قلت لكم مع التباسكو وكمان قربت اعمل مع الفلفل الحيمي او الفلفل الزعتري اللي يكون مخلوط مع التوم والزعتر اللي يكونو مع البيض والبطاطا حطت على المكارونا ايش اقول لكم يعني طعمه رهيب جدا وكمان احب عليها عصرة الليمون وممكن اكله مع الشتنين اخضر حاجة جدا روعة وانتم كمان اكتبولي كيف طريقتكم بالمكارونا السريعة اللي دايما تسووها خلونا احنا نستفيد ونقرب كمان وبالعافية ليو لكم ولو تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم اشتركوا في القناة